مشاهدين للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتور صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن عبر سكايب عفوا بداية دكتور أهلا بكم ربط بعض النواب في حزب المحافظين بين حصول تيريزة ماي على دعم لصفقتها للخروج من الاتحاد الأوروبي وبين التخلي عن منصبها هل فشلت ماي في آخر فرصها لإقناع مجلس العموم؟ أخوة ما في صوتها دكتور صباح هل تسمعوني؟ الآن بدأت أسمعكم أهلا بكم من جديد دكتور صباح حديث عن ربط بعض النواب بحزب المحافظين بين حصول تيريزة ماي على دعم مقابل الانفصال من الاتحاد الأوروبي وما بين تخليها عن منصبها هل فشلت ماي في آخر فرصها لدعم أو إقناع مجلس العموم بصفقتها؟ المشكلة بالنسبة للخروج من أوروبا ليست وليدة اليوم منذ بدء التفكير بالخروج من أوروبا ولحد الآن البرلمان مقسم والشعب مقسم هناك من يؤيد الخروج وهناك من يؤيد البقاء المشكلة أنه منذ الاعلان الاستفتاء الذي جرى عن الخروج ولحد الآن ليس هناك من يعلم ما هي النتائج التي ستترتب على خروج بريطانيا من أوروبا لا الحكومة تعرف ولا الأوروبيين يعرفون ولا الشعب يعرف ولا النواب يعرفون لكن بريطانيا وضعت نفسها في زاوية تريد الآن الخروج من هذه الزاوية تريزماي تريد الخروج بدعوة أن الشعب البريطاني صوت على الخروج ولكن كثير من أبناء الشعب البريطاني يعلم يقينا أن التصويت كان مستندا إلى معلومات كاذبة قدمتها الحكومة وإلى أخبار ملفقة فيما يتعلق بالعوائد والأموال ولم يبحث الموضوع بالدرجة الكافية لذلك الآن المشكلة التي لدى تريزماي هي أن ما توصلت إليه من اتفاقات مع أوروبا ليس مقبولا لا من الشعب البريطاني ولا من النواب دكتور صباح نواب في حزب ماي قالوا أنهم قد يدعمون اتفاق ماي إذا تخلت عن رئاسة الحكومة إلى أي مدى ترى أن ماي على شفى انقلاب حزبي عليها كما يروج الآن؟ هذه لا تزال إشاعات قليلة هناك بعض النواب وبالتالي طبعا بالتأكيد هناك انطباع أنه سيجري انقلاب أو إلى آخره على تريزماي في داخل الحزب ولكن المرجح أن عدد هؤلاء النواب هو عدد قليل المشكلة هي ليست موضوع بقاء تريزماي أو لا المشكلة حاليا هي هل أن بريطانيا هل أن النواب سيقبلون ما معروض عليهم لحد الآن أم لا أغلب الظن وأغلب آراء المحللين والنواب تعتقد أنها لن تحصل على الموافقة وبالتالي إن لم تحصل على الموافقة لا يمكن تمرير الخروج من أوروبا لأن البرلمان يجب أن يوافق بالنسبة إلى أوروبا أوروبا ليس لديها ما تمنح بريطانيا المزيد لكي يفهم المشاهد الكريم المشكلة التي تعاني منها الحكومة هي يمكن تلخيصها ببعض النقاط الرئيسية النقطة الرئيسية الأولى أن خروج بريطانيا من أوروبا يلزمها بأن تقيم حدودا بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا الجنوبية وهذا الأمر مرفوض بريطانيا ومرفوض من قبل الإيرلنديين سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب لأن كانت هناك اتفاقيات التي أنهت الحرب في إيرلندا التي أعلنت أنه لن توضع حدود مطلقا بين إيرلندا الشمالية والجنوبية ولكن إذا خرجت بريطانيا من أوروبا فمعناها أن إيرلندا الشمالية ستخرج من أوروبا وبالتالي يجب وضع حدود بينها وبين إيرلندا الجنوبية دكتور صباح في القمة الماضية إذا سمحت لي للاتحاد الأوروبي استطاعت مي أن تلتقط أنفاسها كما يقول البعض بتأجيل مناقشة خروج بريطانيا في ظل هذه التداعيات والمطالبات بإعادة الاستفتاء برأيك هل سيتغير الوضع قبل انعقاد القمة القادمة؟ تريزة مي في القمة الماضية أعطيت مهلة تمديد من 29 ثلاثة إلى 12 أربعة على شرط أن يوافق البرلمان الآن هذا الأسبوع القادم على ما معروض عليه البرلمان لن يوافق لذلك تريزة مي قد أعلنت أنها يمكن أن لا تقدم هذا العرض إلى البرلمان خصوصا وأن رئيس البرلمان أبلغها قبل أسبوعين أو ثلاثة أنها لا يمكن أن تعود إلى البرلمان بنفس ما عرضت على البرلمان سابقا وتم رفضه بأغلبية كبيرة قال إن لم يكن لديك شيئا جديدا يجب عدم العودة إلى البرلمان ولن يسمح لها بتقديمة حاليا تريزة مي بعد القمة الأوروبية لم تأتي بأي شيء جديد وبالتالي لديها صعوبة في عرضه على البرلمان لأن ليس لديها شيء جديد وبالمقابل لا يمكن خروج بريطانيا بدون موافقة البرلمان فهنا المشكلة غير قابلة للحل وبالتالي الأمور هناك من يتحدث عن تغيير تريزة مي هناك من يتحدث عن إعادة الاستفتاء هناك من يتحدث على إلغاء الخروج أصلا هناك من يتحدث على إجراء انتخابات بريطانيا هذه كلها أمور يتم الحديث عنها ولكن في الوقت الراحل ليس هناك من يستطيع لا تريزة مي ولا الحكومة ولا البرلمان ولا المحللين السياسيين أن يعرفوا ماذا سيحصل نهاية الأسبوع القادم لأن عليها أن تخرر أما أن تعود إلى البرلمان ولديها صعوبة ولن تحصل على الموافقة أو لا تعود إلى البرلمان بكتور صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب كنت معنا عبر سكايب من لندن شكرا لك